السلام عليكم ورحمة الله كديري البنات لباس عليكم ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وبأحوال جيدة اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم بوحد الفطائر اللي كيجي وروعة في المدعق ديالهم بوحد العجين اللي هو قطني والحشوة اللي هي جد اقتصادية ومكونات اللي متواجدة في كل بيت كنتمنى انكم اتبعوا معي الوصفة للاخير وباش هكذا تبارطجوا هات الوصفة مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي هي كما قلت لكم جد اقتصادية ومكونات بسيطة جدا ويمكن لكم تضيفوا فيها اي حاجة انتم ما كتبعوا مهم كان مغين نرحب بقالبنات اللي عندي في القناة وبدأت اللي عاد نضغم جداد كان قول لكم هتنساوه تضغطوا على زر احمد الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكذا تبقوا توصلوا بكل ما هو جديد وعندي نضغو بشي فان الابيض عندي هنا الدقيق الابيض تقريبا هذا نستعمل انا 700 جرام ديالدقيق عندي معرقة ديالسكر تاني ذا وعندي الملح وجوج ديال البيضات يعني الاصفر هنخليه للدهن والابيض هنستعملوا في العجين وعندي كاز ديالزيت والحليب انا استعملت تقريبا واحد تلتمية وخمسين ميليليتر وعندي الخميرة مع القا كبيرة اخذت انا وغدا نوضع فيه الحليب الحليب عندي خلطته مع الماء يعني نص ماء ونص حليب اللي يكون دافي اكيد ما يكونش بارد ومع القا ديالسكر الحليب ما خويتوش كامل هو الماء يعني احتفتوا حد شوية هكا جانبا حتى نشوف يعني كيمياد ديالدقيق اللي غدا نستعمل وغدا نوضع الخميرة وغدا نغطى عليه تقريبا نخلي واحد منسبة حتى العشرة ديالدقائق اكاك حتى التفاعل اللي هذيك الخميرة مع الحليب كما كنقول لكم دائما باش العجين ديالكم ميجيزوين دائما استعملوا نهد طريقة هذي يعني في البريوش او هكا في الوصفات ديالفطائر استعملوا هالطريقة رهكا جيزوينة ويجيكم الفطائر رائعين كما لحتو خلطتم هكا وغدا نغطيهم ونخليهم منسبة حتى العشرة ديالدقائق عدا غنرجع باش نحضر العجين كما قد لاحظوا راني خليتهم هنا مغطيين تقريبا واحد سبعة ديالدقائق ما خليتهم مش عشرة غير شوية وصفي ولقيت العجينة باللي تفعلات دس باش نحضر العجين اللي غاد نستعمل زيت الابيض البيض وجه حبات ديال الابيض البيض يعني احتفطت بالأصفر واستعمرت غير الابيض وزيت الزيتون كاز ديالزيت الزيتون 110 جرام واللي ما عندوش زيت زيتون أكيد يمكن اللي هيكتافي غير بالزيت العادية تهيارة هكي بديم زيانة ووضعت المكونات يعني الملحة وزيت زيتون ودع بغدا نوضع الحليب المتبقي اللي كنت احتفطت به وضعته في الخليط وبديسكا نوضع في الدقيق والبنات راني وريتكم هكا خليت هذك الدقيق بالومبالاج ديال وبش شوفوه يعني هدا هو اللي بنات اللي كيسولوني أشمن يعني الدقيق اللي كنتستعمل هكا في الوصفات في الحلويات أو اللي هدا هو اللي كنتستعمل صراحة كيجي زوين ورهم تواجد في جميع المحلات يعني ماشي كنفغرة يعني في أي سوبر مارك شي كتدخلو كتلقو هد هد الماركة هادي وركن ماركة اخرين ميانا كنتستعمل هادا اللي صراحة كيجي الحلويات دياله كيجيو زوينين كيجيو خفاف يعني دقيق ممتاز ومبقيت هاكا كنجماع في العجين ديالي والبنات مطيروش قاسح ويبقى شوية طري وعود مخصوش يبقى جاري فق القياس وممكسوقة العجينة طرية شوية باش يجيكم العجين زيان ونرى العجينة ديالي جمعتها وعني الدلكات دهنتب شوية ديالزيت وغلفتها هاكا بالفيلم علي منطير وخليتها جانبا باش تخمر وغادا ندوز دبا باش نحضر الحوشوة الاقتصادية عندي جوج ديال البصلات بشلدين ولفلفلة ملونة الوان عندي الملحة وفلفل ابيض ودرتون ماكتلاحظو وعندي هنا آآ الكركومة والزنجابيل وعندي آآ زيت زيتون هادي هي الحوشوة اللي هي جد بسيطة واكيد بطاطة احتها هيا راني وضعتها باش آآ باش تسلق اخذيت واحد ربعا ديالحبة ديول بطاطة قطعتهم هاكا مكعبات وسلقتهم وغادا نوضعهم في الحوشوة ويمكن لكم هاكا تسلقوهم بالقشور ديالة مو مني تحيدوا عادة تحيدوا للقشور ديالة وعادة تقطعهم هاكا مكعبات ويمكن يبقى هاك شي اختياري حسب الضوق يعني موهم خاصنا بطاطة وصافي كما كانت موهم خاصتكم بطاطة نقطع مكعبات ومسلوق هذا والأهم ووضعت المقلة على النار ووضعت عليها زيت زيتون ولفلفلة والبصلة يعني خلطتهم مع بعضهم والتوم انا استعملت بودرة التوم مازال ما استعملتهاش واللي عنده التوم هاكا ما عندهش بودرة يستعملها مع هاكا مع البصلة وذلك شي قطعها واللي يحكها وبدي تكن وضع في التوابل كيما قد لاحظوا فلفل أبيض ملحة بودرة التوم كوركم زنجبيل هذه الحشوة اللي هي جد بسيطة ووضعت هنا شوية الفلفل الأحمر الحار شوية يعني كي يجي لديد فاد الوصفة هادي يبقى اختياري اللي ما عندهش فلفل أحمر الحار يمكن اللي هيستعمل الفلفل أحمر بودرة يعني بحل بحل مهم غير عن الحساب بمعدة قصافي اللي ما كيبقاش الحار يمكن اللي هي تفادى ما يستعملوش استعمل غير تحميرة وانا الطاطرة سلقتها وصفيتها سلقتها بشوية دي الملحة وصفيتها ومن بعد زيتها مع الخليط كي ما كتلاحظو قدرتها مكعبات اللي يكونوا شوية صغار ما يبقوش لكم كبار فسط العجين ويعانك شوكم من يتبغيو هاكا تستعملوهم كتلاحظو خلطتهم مزيان وهنا راه العجين ديها ليخمر هاد الوصفة ها البنات رني كنت ديرها هاكا يعني فطور من الفطورات دولي فشهر رمضان يعني العجينة ديها الخبز راه حداية كتخمر من ديرها ليها الفيلم وعندي العجين هنا الاخر اللي كنتستعمل فيها هاد الفطائر اللي كنتصور معاكم يعني هادا غير باخدها من الوصفة وبهي نحطو لكم هاكا آبار باش شوفو باش هاكا ما يخسرش ليه وسط الفيديوهات يعني مهم يبقى داك الفيديو بالوصفة دياله وواضح من الاحسن حت كيني لبنات اللي ما كيبغوش هاك كي تبعوك يعني الروتينات من الول حتى الاخر لغم الاحسن دير وصفات تكون بوحدها لبنات اللي كيبغو الوصفات اكيد راه كتجيهم طريقة ساهلة انهم يشوفوا الوصفة نيشان بقعدة وهنا رأس الرحة الخاليط كان رش شوية ديالتاقيق اكيد انا هنا شوية خليته ما جماش العجينة ديالي خليته شوية جارية ما نقصح تاش كان علي نزيد نقصحها شوية اولا نرش طحين ما كانوا عندي وصفات بزاف وكيز بزروبة كان طيب ويدي هنا ويدي هنا وكيما لاحظتوا درتوا شرائط يعني يكونوا متساوين وهذه هي الحشوة والبنات اللي بغو يضيفوا شي حاجة ديروا الطون راه كيجيزوين وديروا معها الموزاريلا ذاك شي كيبقى اختياري مهم انا بعد نخلي الوصفة اقتصادية بزاف يمكن لأي شخص انه يستعملها يعني كين بزاف لما كنت عندو فطر موزاريلا او ما كيكونش عندو طون لغو ما بغيتش نبقى نزيد هكا في المقادر مهم احنا كنقلبوا على كل ما هو اقتصادي اكيد مرة مرة كنديروا وصفات اللي كتكون تميزة او بتعيب كل واحد ومهم كنديروا بجميع الوصفات هكا كل شي اللي بغا الاقتصادي اللي بغا شوية هكا كيبقى داك شي حسب الضوق حسب الامكانيات طبعا وبقيت هكا كنوضاع في الحشوة في الجناب يعني تكون تحطها في الجنب ديال العجين وهدلو هدلو الوصفات البريوشة او هد الفطائر كيجوا زوينين وفي المنظر ديالهم كيكونوا راقين وطريقة ديال يعني العمل ديالهم سهلة وبسيطة لاحظوا معي يعني كيفة استرحة العجين وكيفة حطيت الحشوة بطريقة بسيطة جدا واختيز هكا القطعة اللي كنقطعة بها البيتزا وكنقاد هكا الشرائط كندينهم هكا وكنجمع العجين كتتخلي واحد الفضاء هكا صغير ور او واحد الجنب هكا بش هكا الحشوة ديالكم ما تخرش كيما لاحظتوا انا قتليكم العجينة واخليتها شوية ما مقصتها شمزيان كنستعمر هكا بنفس الطريقة كنسرح العجين كماراكم ترشوا بطحين اكيد دائما تنتابوا ان العجينة ديالكم ما تكون شجارية وما تكونش قاسحة في نفس الوقت تكون نص نص والعجينة خاص ولا بودة يكون طحين تحت منها باش هكا ما تلسقش ليكم انا كيما قتليكم كنت خدامة هنا وهنا كنمشي نطل وكنرجع العجينة مخصش قدسنا ما زال فوق الطاولة ديالعمل لانها عاركوا عارفين كتلسق ايلا تعطي طلعت مدة طويلة ومع هي فيها الخميرة بحلها كدت خمر الوقت كدت لسق وقيت هكا كندير شرائط يعني كندير هكا على شكل حل شكل متلات وشكل آخر يعني كنديروا غير شرائط طويلة ويمكن ما يمكن لكم تستعملوا تديروا بأي طريقة بغيتوا انتم ما تقطعوا بها يمكن لكم ويمكن تحتفظوا للشكل الرئيسي هو هذا وقت خلوا دائما واحد شوية في الفضاء ديالهاد عفوا شوية ديالهاد في الفضاء الله يلا الفضاء تخلي واحد شوية هكا في من العجين باش هكا مليس بغيتلويو العجين ديالكم متخرش لكم الحشوة انا كنبرم هكا في العجين راحضوا معايا كيجي ساهل وبسيط وكيجي زوين واقتصادي والعجين اللي قد دف الفم صراحة زوين البنات في النا واحتلوا بنيدر ديالها ما غديش شوفوا هاتشي حتى الطيب هذا باش غيباليكم المنظر اللي كيجي رائع وهذا هو شكل ديالهم من بعد ما قديتهم كيما كتلاحظو وكن جماعو كنرولي في حشكل ديال السيقال وغادا نستفهم هكا في القلاطة ديال ديال الفرن من بعد ما سخنتو ودر شوية ديال أصفر البيض مع الخليط ديال الخل والحليب كيما لهاده وكندهن به هاد الفطائر لاحظو معايا مهم انا درت يعني شرائط منوها هكا ميلين مستطيلين كيبقى حسب الضوء انتو موشنو بغيتو تديرو كندهنو مزيان ورشيتهم شوية ديال زنجلان وبودور الخشخاش اللي كيعطاهم حتى هما واحد لمنا يضر ليزوين يعني كتروجو شوما غير هكا في الجوانب وهالفيديو البنات سادي راشي يومين منهر لدرت الوصفة ديال الفطور وعدو هما الفطائر كيما كتلاحظو بادو مخرشو من الفرن كييجو رائعين وزوينين البنات والعجينة راها كتما تخافوش انها تبليكم شكل ديالة في اللول هكاك راها مني كتدخل الفرن مع ديك الابيض البيض وذيك العجين ديالها كتولي منفوخة وكتولي طرية وكتري رائعة واكيد غادي نحمرو لكم الوجاه كيجوزوينين مشكل ديالهم كيبان راقي وكنتمنى ان هاد هاد الفطائر يعجبوكم وتبارتاجيهم مع الاصدقاء والاحباب ديالكم لان هم جد اقتصاديين لاحظو معي العجين كنضغط عليه كيبان بلي الطري واكيد غدا نفتح ليكم معك بش شوفو شكل ديالهم من الداخل انا كل وصفة كنتبرتاجيها معاكم وإلا كنوريكم الداخل ديالها كيفاش كيكون باحتو معايا كيجوزوينين والمداق ديال البطاطا والفلافل والبسلا كيجوزوين بالثاف وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم ونطلقو ان شاء الله في فيديو آخر واسلام عليكم